قبل المتابعة أريد أن أوضح شيئاً فعلته دون القصد وأعتقد أني لم أكن دقيقة في بعض المصطلحات التي استخدمتها الآن أريد تصديد الضوء على الفرق بين الشيئين ولقد استخدمتهم بالتبادل ولكن الآن ونحن على وشك شروع في تعلم ما هو الفولت أو فرق الجهد أعتقد من المهم القائد على الاختلاف بين هاتين الكلمتين أو المصطلحين وأتذكر عندما تعلمت هذا لأول مرة خلطت بين هاتين الكلمتين ولم أفهم حتى لماذا كان هناك فارق بين الكلمتين والكلمتين هنا هما الطاقة الكامنة الكهربائية الطاقة الكامنة الكهربائية Electric Potential Energy Electric Potential Energy الطاقة الكامنة الكهربائية والكلمة الأخرى هي الجهد الكهربائي الجهد الكهربائي Electric Potential الجهد الكهربائي أعتقد أنه حتى في شريط الفيديو الأخير وأنا أستخدم تقريبا هذا بطريقة تبادلية ولا يجوز هذا يجب دائما استخدام الطاقة الكهربائية أو الطاقة الكامنة الكهربائية الآن ما هو الفرق ترتبط الطاقة الكامنة الكهربائية مع الشحنة إذن هذه ترتبط مع الشحنة حسنا ترتبط الطاقة الكامنة الكهربائية مع جسيمات لديها شحنة معينة فقط ذلك الجسيم قد يحمل الطاقة أما الجهد الكهربائي أو فرق الجهد فرق الجهد هذا يرتبط بالموقع إذن هذا يرتبط بالموقع على سبيل المثال إذا كان لدي شحنة وأعلم عند نقطة معينة مع جهد كهربائي فإنه يمكن أن أجد الطاقة الكامنة الكهربائية في تلك النقطة ببساطة بضرب هذه القيمة في الشحنة لنأخذ بعض الأمثلة لنفرض أن لدينا لوحة لا نهائية لوحة لا نهائية مشحونة بشكل موحد لا داعي لاستخدام الحسابات هنا المجال الكهربائي لنفرض أن هذه هي اللوحة سأرسمها عمودية لبعض التغيير ولنفرض أنها مشحونة بشحنات موجبة إذن مشحونة بشحنات موجبة هذه هي شحنات الموجبة ولنفرض أن المجال الكهربائي ثابت صحيح هو ثابت لا يهم أي نقطة نختار فهذه متجهات المجال هذه متجهات المجال أو النواقل يجب أن تكون بنفس الطول لأن المجال الكهربائي لا يتغيير لأننا نفرض عندما نرسم خضوط المجال باستخدام شحنة اختبار موجبة تضغط للخارج لنفرض أن لدينا شحنة هي واحد كولوم إذن لدينا شحنة مقدرها واحد كولوم في الواقع سأجعلها اثنان كولوم إذن سأجعلها اثنان كولوم إذن هنا شحنة مقدرها اثنان كولوم موجبة إذن هي موجبة ومقدرها اثنان كولوم إذن شحنة موجبة 2 كولوم وعلى مسافة تبعد 3 متر دعونا نقول أن المسافة هي 3 أمتار وأريد أن أقربها بمقدار 2 متر إذن سأقربها إلى هنا بمقدار 2 متر إذن هي تبعد 1 متر من هنا إذن ما هو الفرق في الطاقة الكامنة؟ ما هو الفرق في الطاقة الكامنة الكهربائية بين الجسيمات عند هذه النقطة وهذه النقطة؟ حسناً فرق الجهد الطاقة الكهربائية هي كمية الشغل كما تعلمنا هي كمية الشغل كما تعلمنا في الفيديوهين السابقين كمية الشغل التي بذلناها على هذا الجسيم لنقله من هنا إلى هنا إذن ما هي كمية الشغل؟ الشغل اللازم أو مقدار الشغل الذي يجب تزويده سنفرض أن هذه ربما تتحرك بفعل ما بسرعة ثابتة أو ربما علينا أن نزودها بقوة لتتحرك بحيث تكون عكس القوة المزودة من قانون كولوم أي القوة الإلكتروستاتيكية إذن ما هي هذه القوة التي يجب أن نعطيها؟ حسناً يجب معرفة ما هو المجال الكهربائي وهو ما لم نتناوله بعد لقد أدركت ذلك للتو لنفرض أن خطوط المجال هنا هي خطوط المجال هنا هي ثلاثة ثلاثة نيوتن لكل كولوم إذن عند أي نقطة ما هي القوة المبذولة من هذا المجال؟ على هذه الجسيمات حسناً القوة من هذه القوة الإلكتروستاتيكية على هذه الجسيمات تساوي المجال الكهربائي ضرب الشحنة المجال الكهربائي ضرب الشحنة وهذا يساوي يساوي ثلاثة نيوتن لكل كولوم ضرب اثنان كولوم وهذا يساوي ستة نيوتن إذن عند أي نقطة للمجال الكهربائي فإنه يضغط بمقدار قوة مقدارها ستة نيوتن لذا حتى يدفع الجسيم بهذا الاتجاه يجب إطلاق ذلك بشكل كامل وسيتابع الحركة عندها أريد فقط أن أضرب هذه النقطة إذن بعد وضع قوة بمقدار ستة نيوتن على الجانب الأيسر يجب أن نقوم به لمسافة اثنان متر ليصل إلى هذه النقطة إذن الشغل الكل يساوي الشغل الكل يساوي القوة وهي ستة نيوتن ضرب اثنان متر وهي المسافة وهذا يساوي اثنى عشر نيوتن متر أو اثنى عشر جول إذن يمكن أن نقول أن الطاقة الكامنة الكهربائية الطاقة الكهربائية الكامنة والطاقة دائما بالجول الفرق بين الطاقة الكامنة الكهربائية وبين هذه النقطة وهذه هي اثنى عشر جول طريقة أخرى لقول ذلك أنه عند هذه النقطة هنا يكون أقرب للشيء الذي يحاول أن يقومه فإذا تركناه سيبدأ بالتسارع في هذا الاتجاه ويتم تحويل هذه الطاقة إلى طاقة حركية عند هذه النقطة ويمكن القول أيضا أن الطاقة الكهربائية الكامنة في هذه النقطة هي أكبر من اثنى عشر جول من الطاقة الكهربائية الكامنة هنا الآن هذه الطاقة الكامنة ما هو الجهد الكهربائي؟ الجهد الكهربائي يخبرنا ما هو الشغل ما هو الشغل اللازم لكل وحدة شحنة ما هو الشغل اللازم لتحريك الشحنة؟ أي شحنة الشحنة من هنا إلى هنا في المثال الذي سبق كان الشغل اللازم لتحريكه من هنا إلى هنا هو اثنى عشر جول لكن كم هو شغل اللازم لتحريكه من هناك إلى هنا؟ لكل شحنة حسنا الشغل لكل شحنة هو اثنى عشر جول لكل ماذا؟ اثنى عشر جول لكل ما هي شحنة المراد تحريكها؟ حسنا اثنان كولوم وهذا يسوي ستة جول لكل كولوم وهذا هو فرق الجهد الكهربائي بين هذه النقطة وتلك النقطة اذا ما هو الاختلاف؟ الطاقة الكهربائية الكامنة لها علاقة بالجسيمات كم هي طاقة الجسيمات هنا وهنا؟ عندما نقول الجهد الكهربائي أساسا نقسم على حسب حجم الجسيمات وستكون مستقلة عن حجم الجسيمات وهذا يعتمد على موقعنا اذا الجهد الكهربائي ونحن هنا نقول كم نقول كم الجهد بصرف النظر عن الشحنة التي يملكها هذا الجهد المركز بتناسب مع هذا المركز هو هذا الجهد الكهربائي الذي هو مجرد طريقة أخرى للتعبير عن الفولتية ووحدة فرق الجهد هي فولت هي فولت إذن ستة جول لكل كولوم ستة جول لكل كولوم هذه تساوي ستة فولت وإذا نظرت إلى تشبيه مع الجاذبية ونحن ونحن نعلم أن الطاقة الجاذبية هي هذه هي القوة وهذه المسافة صحيح الجهد الكهربائي هو في الأساس كمية الجاذبية وإذا أردنا أن نقيس أكثر وكمية الجاذبية للطاقة الكامنة لكل كتلة لكن إذا أردت طريقة سريعة لمعرفة ما هي الإجاذبية الكامنة في أي وقت دون الحاجة للقلق حول الكتلة فإننا نقسمه على الكتلة والارتفاع سيكون هو تسارع الجاذبية الأرضية تجاهل هذا إذا كان هذا مربك لك إذن ما هو المفيد في فرق الجهد بغض النظر عن كيفية صغيرة أو كبيرة أو إن كانت الشحنة موجبة أو سالبة ما هو الفرق في الطاقة الكامنة عند نقطتين مختلفتين إذن في الجهد الكهربائي وبالتالي فإننا نقارن بين نقاط معينة بين نقاط معينة في الفراغ أما الطاقة الكهربائي الكامنة فنحن نقارن بين الشحنات في نقطة في الفراغ أو عند نقاط في الفراغ أتمنى أن هذا ليس مربكا في الفيديو التالي سنقوم بحل عدة مسائل عن فرق الجهد أو إيجاد الجهد بين نقطتين في الفراغ أو بين شحنات مختلفة في الفراغ أراكم في الفيديو التالي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر